الانتقال إلى الشان الإيراني حيث أفادت وكالة أنباء إيرانية اليوم أن إيران ألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم بطائرة مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان في وسط البلاد وتعهدت بالرد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال مبعوث تهران لدى المنظمة الدولية أن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي وقع مساء السبت الماضي وأضاف أن إيران تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية بحسب مضمون الرسالة